هل يمكن أن نكون مصداق الآية الكريمة فأينما تولوا فثم عجه الله وفي هذا الإطار نحب وفي هذا الإطار نقرأ فنبذل المروء والمعروف والمودة للجميع ولا يكون لنا تعلق ولا يكون لنا حب إلا الله وبالله وفي الله ذلك هو الجهاد الصعب ولا اختيار ولا طريق آخر وكل واحد وعزمه وكل واحد وهمته وعبعد كل حياة بختامها فلنسار إلى المجاهدة ولنشمر السواعد حتى لا يكون محصول حياتنا صفرا وحتى لا يمضي بنا كل يوم إلى نقصان وحتى لا يصبح كل يوم من أيامنا مطروحا من الذي قبله إنما خلق الله الغواية لإمتحان القلوب وليعرف الكبار أنفسهم وليعرف الصغار أنفسهم من البداية دكتور مصطفى محمود كتاب أناشيد الإثم والبراءة ترجمة نانسي قنقر